السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانير أتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في صحة جيدة بإذن الله إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل جرس فضلا وليس أمرا في هذا الفيديو لا تم الإعلان عن ولوش الإجازة في التربية بالمدرسة العليا للأساتذابي T1 NS T1 2021-2022 بالنسبة للشروط ديال الولوج الإجازة في التربية زائد الوطائق قد نشوفوهم من بعد هل يمكن لكم ديروا هنا يان نقر على تحميل الشروط زائد نقر على تحميل ملف الترشيح بالنسبة للوائح ديال المدعوين للمقابلة الشفوية غتكون يوم جوش وتنبير 2021 بالنسبة للتخصصات اللي كيني في المدرسة العليا للأساتذاب هل كيني بالنسبة للتعليم الثانوي هل كين علوم الحياة والأرب كين الفيزياء والكيمياء كين في الرياضيات هل كين في التربية البدنية والرياضة كين في الفرنسية في العربية وفي التعليم الابتدائي بالنسبة لشروط الولوج بالنسبة للتخصص التعليم الابتدائي لو الديبلومات اللي متلوبة هي شهدة البكالوريا أو ديبلوم معترفة لمعادلتها وجميع الشعاب والمسارات بالنسبة للتعليم الابتدائي بالنسبة للطرق ديال الانتقاء كينتقاء أولي بناء على دراسة ديال الملف فالكينتقاء أولي على أساس نقاط ديال المواد اللغة العربية والفرنسية والرياضيات محصلة عليها المتحان جهة والموحد والمتحان مواطني والموحد ديال البكالوريا وكذلك المعدل عام لديشهادة البكالوريا وكينا مقابلة شفوية مع لجنة من المؤسسة المختارة يتم التركيز فيها على القدرات التواصلية واللغوية للمترشحة والمترشحة في اللغتي العربية والفرنسية وكذلك القدرات المترشحة والمترشح على التحليل والخيطة وتتبير النقاش في مواضيع ذات سلة للثقافة العامة والعلمية والقيام والبلوم الإنسانية ومدى رغبة واستعداد المرشح لممارسة مهنات التدريس هذا بالنسبة للتعليم التدائي النسبة للتخصص للتعليم التانوي بالنسبة للشهادة المطلوبة هي شهادة البكالورية المناسبة للتخصص المطلوب أو الدبلوم معترف بمعادلتها نفس الشيء يكون انتقاء يكون على حساب دراسة الملف يكون انتقاء أولي على أساس نقاط مدى اللغة العربية والفرنسية ومواد تخصص محصة عليه في انتحان جهاوي وانتحان وطن موحد والمعدل العام لنيشهادة البكالورية وكينا مقابلة شفاويها لجنة من المؤسسة المختارة تركيز فيها على قدرات تواصلية واللغوية للمرشح باللغتين العربية والفرنسية قدرات المرشح على التحليل والخيطة وتتبير النقاش في مواضيع ذات سلة بالتقافة العامة والعلمية والقيام والعلوم الإنسانية ومدى رغبة واستعداد المرشح لموارسة مهنات التدريس بالنسبة لإجازة في التربية كينا في سبيل تخصص تعليم الابتدائي على اللي مطلب بها جميع الشعاب والمسالك عدد المقاعد هو 60 الإجازة في التربية بالنسبة لتخصص علوم الحياة والأرض الشعاب والمسالك العلمية الآتية يعني PC, SVT, Science, Math و Science, Agronomic يعني العلوم الزراعية عدد المقاعد هو 50 بالنسبة لإجازة في التربية ذيها لتخصص تعليم التانوي التربية البدنية والرياضة على الشعاب والمسالك العلمية Okay, لتتولير ديز Courto Tipe Do Baq دواب اوبليغاطور موا جيسيفی دانت بروّن نيفو سپورتف براية الأشخاص تتطور براية الفیدراشن سپورتف أو براية الأشخاص تقوم براية بشكل دربanes موامور دافیدراشن سپورتف على بنسبة لتخصصات أخرى ديالباق الحسام درور يكون عندهم مثلا شي شهداء محصل عليها من الجامعة أو شي نادي يكونوا ديجا عضو فيه التتولير دا باك سكسين سبورتيف كيك سوى الفورميل دوار أسوسي أو دوسي دسكريبسيون يمفيست أتستان دلور كونديسيون على منسبة لعندهون سكسين سبورتيف في الجيل ما يكونوا كيديرو الجيل على خسام يديرو في الدوسي ديال لانسكريبسيون ديالهم لاتستاسيون الكتبين لكونديسيون ديالهم يعني سكسين سبورتيف على منسبة الإجازة في التربية تخصص تعليم التانوي الرياضيات الشعب والمسالك العلمية يعني ستين بالنسبة لعدد المقاعد تخصص تعليم التانوي اللغة العربية جميع الشعب والمسالك الباكالورية يعني عدد المقاعد هو خمسين بنسبة تخصص تعليم التانوي اللغة الفرنسية جميع الشعب والمسالك الباكالورية عدد المقاعد هو خمسين أيضا بنسبة تخصص للتعليم التانوي الفيزياء والكيميا الشعب والمسالك العلمية وعدد المقاعد هو 50 المنسبة للشرط وطرق انتقاء لولوج الفصل الأول بالنسبة للتخصص للتعليم ابتدائي شروط الولوج إلى الفصل الأول توفر على شهادة باكالورية أو ديبلو معترف بمعادلتها والتي يتجاوز هنا جميع الشعاب والمصارات والتي يتجاوز تين مفتر الشيح 21 سنة في تاريخ إجراء المباراة المنسبة للشرط الباكالورية بالنسبة للتعليم ابتدائي جميع الشعاب بالنسبة للتخصصات الأخرى على حساب الخصص بالنسبة للسين ما يتجاوز 21 سنة في تاريخ إجراء المباراة المتابعة لطرق انتقاء على هي اللي ذكرت على منسبة معايير رئيسية ومعايير ديال الترتيب التانوي على منسبة لمعايير الترتيب الرئيسية يكون دراسة ديال الملف ويعتمدوا على نقط ديال مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضية محصة عليها في امتحان جهة الموحد امتحان وطني الموحد المعدل العام لني شهادات الباكالوريا وبنسبة لمعايير ديال الترتيب التانوي كيعدد السنوات الدراسية لحصول على شهادات الباكالوريا عدد التطبيق المعايير السريفة يتم انتقاء خمسة أضعاف عدد المقاعد المتبارة يعني إذا كانت مثلا عدد المقاعد المطلبة وشي تخصص هو خمسين ولكن يطلبوا خمسة ديال الأضعاف يعني خمسين في خمسة والذي يتم استدعاءهم لجتياز مقابلة شفوية على رفقة شبكة ديال التنقذ الخاصة بهذه المقابلة الشفوية أيضا كان القدرة التواصلية واللغوية المترشح في اللغة العربية والفرنسية قدرة المرشح على التحليل والخطاب والجدل والبرهنة وتدبير النقاش في مواضيع ضد سلاب الثقافة العامة مدربة وسعداد المرشح لممارسات مهنة التدريس على هذا ذكرتهم علما أنه تخصص نسبة 60% لدراسة ملف ونسبة 40% للمقابلة الشفوية ويتم الإعلان لائح الرئيسية المقبولين ولائح انتظار حسب الاستحقاق والتي ينبغي أن تضم باقي المترشح الناجحين في المقابلة الشفوية المسبة للتخصص التعليم التانوي على نفس الشروط نفس شيء نفس طرق ديال الانتقاء هناك اللغة العربية والفرنسية والمدة ديال التخصص أيضا هناك بالنسبة للمعياد التانوي اللي كان عدد السنوات الحصول على شهادات البكالورية بالنسبة لدراسة ديال ملف 60% ديال دراسة الملف و40% ديال المقابلة الشفوية بالنسبة لملف الترشيح لكي تكون ملف الترشيح على توضع جميع الأوراق في ضرف من حجم أكتخل على جميع الأوراق اللي غدين ذكروا عليها سكن ديروها في حجم أكتخل كي نسخة من شهادة البكالورية نسخة من كشف النقاط لدي الانتحان جيهوي الموحد نسخة من كشف النقاط لدي الانتحان وطني الموحد ونسخة من بطاقة تعريف الوطنية على هدو كلهم غد ديروهم ملف من حجم أربعة المرحوظة مهمة يسقوا على ظهر الضرف نسخة من وسط تجيل قبلي على ما غد ديرو التجيل القبلي في البوابة على كل التخصص يعني كل التخصص عنده رابط خاص به على مثلا بمسبة لتخصص ديال عنوم الحياة والأرض على تقريكي هنا يا كومانسي فوت بخينسكريبسيون وهاكذا على غد ديرو تجيل قبلي في التخصص اللي بغيتو ومن بعد غد ديرو نسخة من وصل تجيل القبلي على غد ديروها على الضرف الضر اللي غد يكون في هاد الوطائق والضرق اللي غيكون من حجم أكتر على توضع الملفات بإدارة المدرسة العنية الأساتذة بمارتي شريع حسن ثاني من 29 إلى 23 يولوز 2021 يعني كآخر أجل هناك ملاحظة لا تقبلوا الملفات المرسلة عن طريق البريد يعني يخصكم ديروه مباشرة في المدرسة العليا للأساتذة وعطيكم هنا يا البنوان وبالنسبة للتجيل على غيكون من 29 يعني من اليوم وآخر أجل هو 23 يولوز 2021 حيث لكم أنتم تشوفوا وشن هو التخصص اللي بغيتو تسجلوا فيه واتبكت تكليكي على كومانسي وتخي انسكريبسيون على المثالة بنسبة لي الرياضيات هنا كدير كومانسي وتخي انسكريبسيون على كين جوج ديالي سيطاب على كين هنا دخلوا معلومات عامة كالبرينو لنو سي اين او هنا كدير لوسكس لدات نيسانس اليو ديال نيسانس يدير الإيميل كليفون بعدما هاد المعلومات تكون معلومات صحيحة كنكليكي على سويفون لنقر على سويفون كتعطينا هنا يا المرحلة التانية وهي المرحلة الأخيرة كتعطينا يا انفورمسيون أكاديميك معلومات أكاديمية نخصك تدخل الرمز ديال مصر أو سي اين او نصينال دياليو هناك تعتك أني دون تخي عن برومية عاني دي باك يعني شنهي السنة اللي دخلت فيها للأولى باك على كتختار هنا يا السنة ديال الأولى باك على كتختار هنا يا السنة ديال الحصول على الباكالوريا بعدنا كتدير سي سي واش نغمال أولا غات خباج على هنا يا سي غيه دي باك على شل ينا ديجا انا تخترت نسجل في التخصص ديال رياضيات قسمي أخذ الامويان جنغال ديال الباكالوريا تكتب الموięجنغال الباكالوريا الان دهباء aika test وقمان Ventaginal… يناسيونال وناشيونال نحن كتدير النقطه ديال العربية في انتحان جيهاوي أو الانتحان وطني بنسبة العلميين كايدووزو العربية في انتحان جيهاوي ولكن الأدبيين كايدووزو اللغة العربية في الانتحان الوطني بالنسبة للخصص ديال الرياضيات قد ديروه كله النقطة العربية ديال المتحان الجيهوي علا النوت ديال المت zwارELLE نفسي بالناسبة الفرنسية ديال تخصص علمي ولو كدهوزوها في الجيهوي ونفسي بالنسبة للأدبي مهت vegetation ولو كدهوزوها في الجيهوي علا النوت ديال الم我在 المعتباتيك أل sme كمال الرجيناล للنقطة ديال الرياضيات تخدد ديال المتحان الوطني وغددروا انتخابسئون في النهاية غدتحصلوا على استمارة ديال التجيل وبالنسبة لستمارة ديال التجيل ديالكم قسكم ديروا نسخة من وسط ديال التجيل اللي قد ديروها في دهر ديال لونفولوك وديرو في هادواتائق وتحطوه بإدارة المدرسة العلية للأساتي دابي مارتين هادا كل شيء بنسبة لهاد فيديو كنتمنى التوفيق لجميع المترشيحين والمترشيحات وما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تديروا إعجاب للفيديو إذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة وما تنسوش دعمي باشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلكم الجديد وما تنسوش أيضا تقاسم الفيديو لكي تعمل فائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته